أهلاً وسهلاً بكل متابعينا واللايف جديد على صدى البلد هنستعرض من خلاله آخر أخبار الأحوال الجوية والطاقس وطبعاً الناس كلها هتستغرب دلوقتي لما نقول أنه من المتوقع سقوط أمطار مع ارتفاع درجات الحرارة في مناطق بمحافظات مصر لكن كمان هيصاحبها نسبة رطوبة ونشاط للرياح لكن الحقيقة ما تستغربوش أبداً لأن ده اللي بتتوقع وهيئة الأرصاد الجوية خلال الطاقس النهاردة وخلال طاقس الأيام اللي جاية ده غير مفاجآت تانية كتير جداً ونصايح قدمتها لنا هيئة الأرصاد الجوية هنتعرف عليها كلنا مع بعض حالة الحقيقة أنه كشفت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بعض في هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار على بعض المناطق في محافظات مصر وقالت أصدرنا توقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق جنوب البلاد زي حلايب وشلاتين والمجرى الملاحي لجزيرة بحيرة ناصر وجنوب سيناء ونويبع وسانت كاترين وقالت كمان أنه بالفعل سقطت الأمطار على مدينة نويبع يوم أمس إنبارح يوم السبت وكمان استمر سقوط الأمطار النهاردة ورغم أن الأمطار دي كانت رعضية ومصحوبة بضربات البرق والرعد إلا أنها كانت خفيفة وما فيش أي داعي للقلق منها أو القلق من أن هي ممكن أن هي تتسبب في حدوث سيول على جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة الحقيقة أن مديرة مركز الاستشعارة عن بعض في هيئة الأرصاد الجوية كمان نوهت أنه كمان هيبقى في بعض الصحب الخفيفة الموجودة على الحدود الجنوبية على جمهورية مصر العربية واللي هتؤدي لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومن المتوقع خلال الأيام القادمة استمرار الأمطار على حلايب وشلاتين ومرسع علم خلال النهاردة وغدا كمان يوم الاثنين وبعدها هتستقر الأجواء تماما كمان أكدت أن درجات الحرارة المتوقعة على جمهورية مصر العربية بتعتبر حتى الآن في المعدلات الطبيعية زي الوقت ده من العام في كل سنة وبتتروح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى مبين 34 درجة و35 درجة مئوية أما على السواحل الشمالية فبتتروح مبين 30 ل 31 درجة مئوية وعلى جنوب البلاد بتتروح درجات الحرارة مبين 42 و 43 درجة وبتشهد حالة الطاقس النهاردة الحقيقة طاقس حار وراتب في نفس الوقت على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وبيكون الطاقس النهاردة شديد الحرارة وراتب جدا على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومن المتوقع أن يشهد حالة الطاقس ليلا في طاقس النهاردة طاقس معتدل الحرارة راتب على السواحل الشمالية مائل للحرارة راتب على باقي الأنحاء وبيشهد برضو النهاردة نشاط رياح على مناطق من الكاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة أما بالنسبة لحالة البحرين النهاردة فحالة البحر المتوسط النهاردة الحقيقة أنه من خفيف لمعتدل ارتفاع الموج فيه بيتروح ما بين متر المتر و75 من مية أما اتجاه الرياح شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فارتفاع الموج فيه بيتروح من متر ونص المترين وربع تقريبا واتجاه الرياح في شمالية غربية وأكدت مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية أن طاقس النهاردة بيشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بحوالي درجة عن درجات الحرارة اللي تم تسجيلها امبارح وبتسجل درجة الحرارة العظمى على الكاهرة الكبرى 34 درجة مئوية حيانه كمان هيئة الأرصاد الجوية كانت أعلنت أن حالة الطاقس على البلاد هتشهد سقوط أمطار اعتبارا من أمس السبت وحتى يوم الثلاث المقبل والأمطار دي هتكون خفيفة لرعدية أحيانا على مناطق متفرقة بالبلاد وهيصاحب ده كمان استمرار في الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة كمان وبالنسبة لحالة الرطوبة المتوقعة من أمس السبت وحتى الثلاثاء المقبل فهيشهد حالة الطاقس الحقيقة فيه هيكون فيه ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال ساعات النهار وده هيزود جدا عندنا الإحساس بحرارة الطاقس أما في الليل فهتكون ساعات الليل فيه برضو يعني هيكون المتوقع أنه هيبقى فيه قيم بتتروح من 2 ل4 درجات مئوية هتبتدين هي تقل فيه ساعات الليل وبتنسح حقيقة الأرصاد الجوية المواطنين أنهما ما يتعرضوش أبدا تعرض مباشر لأشعة الشمس وتحديدا فترة الظهيرة وأنهما ضروري جدا كمان أنه يتم تناول السوائل ويتم شرب مياه بكميات يعني كميات تكون وفيرة وكافية جدا للجسم لأنه طبعا بيفقد الجسم كتير جدا من السوائل في ظل هذه درجة الحرارة المرتفعة أكدت كمان هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء ما زالت شديدة الحرارة على مدن جنوب البلاد وبعض المناطق من جنوب سيناء ده غير زيادة فترات سطوع الشمس وقالت أنه هيبقى فيه برضو استمرار للشبورة المائية على الطرق السريعة فعشان كده لازم ناخد حذرنا كويس جدا للناس اللي هي بتقود على الطرق السريعة خاصة في ساعات الصباح الباكر لأنه كمان هيكون فيه تقاصر للصحب المنخفضة والمتوسطة وهيكون فيه فرص لسقوط أمطار على مدن سلاسل البحر الأحمر ومدينة مرسع علم وبعض المناطق من جنوب سيناء ومناطق المجرى الملاحي وحالا مع حضراتكم هننتقل لدرجات الحرارة وطبعا فيه ناس كتير أو تحب تتابع دايما درجات الحرارة وتبقى عرفة درجات الحرارة المتوقعة والنهاردة هنقول درجات الحرارة المتوقعة لليوم الأحد وهتكون الكاهرة الكبرى والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25 أما السواحل الشمالية فهتكون درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24 وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر هتكون 39 والصغرى 29 أما في شمال الصعيد فهتكون 37 للعظمى والصغرى 24 بالنسبة كمان لنسبة الرطوبة لأنها بتفرق جدا وأحيانا بيكون الجو ممكن مش مرتفع قوي في درجة الحرارة لكن ارتفاع نسبة الرطوبة بيسبب طبعا يعني إحساس بارتفاع كبير جدا في درجة الحرارة رغم أنها ممكن ما تكونش مرتفع قوي فمهم جدا أن احنا كمان نتابع نسبة الرطوبة والحقيقة لنسبة الرطوبة المتوقعة النهار غدا يوم الاتنين فهتكون نسبة الرطوبة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 85% ليلا و40% نهارا أما في السواحل الشمالية فهتكون نسبة الرطوبة 90% ليلا و65% نهارا وبجنوب سيناء هتكون 60% ليلا و35% نهارا أما شمال الصعيد فهتكون 50% ليلا والصغرى هتكون 25% نهارا وبجنوب الصعيد هتكون نسبة الرطوبة 30% ليلا وهتكون كمان 15% نهارا الحقيقة أن توقعات هيئة الأرصاد الجوية تتشابه جدا في توقعات الطقس ما بين يوم غد الاثنين والنهاردة الأحد يعني هيكون فيه تقريبا تشابه جبير جدا في حالة الجو أو يعني في درجات الحرارة عموما ما بين النهاردة وبكرة وهيكون فيه نشاط للرياح غدا برضو زي نشاط للرياح اللي حدث النهاردة وهيكون ده على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد كمان بكرة هيكون فيه فرص لسقوط الأمطار ولكن هتكون بصراحة أمطار خفيفة لرعدية أحيانا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد وده هيكون على فترات متقطعة أما بالنسبة لحالة الطقس المتوقع خلال يوم الثلاث القادم اللي هو يوم بعد غد إن شاء الله فهيشهد الطقس نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وهتكون فرص سقوط الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب البحر الأحمر على فترات متقطعة وهنستعرض حالا مع حضراتكم درجات الحرارة برضو المتوقعة يعني حتى يوم الثلاثاء القادم لحيانا درجات الحرارة في الفترة دي من النهاردة وحتى يوم الثلاث القادم هتكون بتتروح ما بين 35 درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ولكن درجة الحرارة المحسوسة هتكون 37 درجة أما في السواحل الشمالية فهتكون درجة الحرارة العظمى 30 درجة وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر هتكون درجة الحرارة العظمى 40 درجة والناس هتشعروا كأن درجة الحرارة العظمى في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 43 درجة وده بسبب ارتفاع طبعا نسبة الرطوبة في شمال الصعيد هتكون درجة الحرارة العظمى من النهاردة وحتى يوم الثلاث تقريبا 37 درجة للعظم أما في جنوب الصعيد فهتكون 43 درجة للعظمى حين دي كانت أهم توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال طاقس النهاردة وطاقس الأيام القادمة وطبعا هنكون متابعين مع حضراتكم كل جديد شكرا لكم جدا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة